في ازمة صحية جديدة تدخل السليمانية بعد انتشار ملحوظ لمرض التهاب السحاية في دوامة العدوى الفيروسية التصريحات الرسمية في اقليم كردستان رجحت انتشار الامراض بين الاطفال مع امكانية وسهولة علاج المرض ورغم وجود المرض منذ مئات السنين في العراق تارة في البصرة واخرى في الناصرية ومحافظات عدة الا ان الجديد في السليمانية هو الصعود المفاجئ لعدد الحالات اذ قدرت عدد الحالات اليومية بخمس حالات تصدرها وفاة طفل عانى من اعراض التقيئ والاسهال والجفاف الشديد اللجنة الصحية المختصة التي اعدت في السليمانية استعدت لاتخاذ قرارات علمية وعملية للبدء باجراءات التعرف الكامل على المرض ونوعه مع الاشارة الى ضرورة واهمية متابعة الوالدين لاطفالهم خشية تفاقم اعراض الاصابة والسرعة ايجاد العلاج الفوري علميا فان التهاب السحية هو نوع من العدوى والالتهاب يصيبان السائل والاغشي المحيط بالمخ والحبل النخاعي والمسمى بالسحية يسبب الالتهاب عادة اعراض ظاهرية مثل الصداع والحمى وتيبس الرقبة اما مسببات المرض فقد تنوعت بحسب اهل الاختصاص بين عدوى الزيروسية وبكتيريا وطفيلية وقد تتشابه الاعراض المبكرة لالتهاب السحية مع اعراض الانفلونزا ومن الممكن ان تظهر الاعراض خلال ساعات عديدة او خلال بضعة ايام والسحية ليس وباء اول او اخير كما يشكو العراقيون على مدار سنوات ماضية تجرعوا فيها اوبئة وجوائح من شمالها الى جنوبها تنتشر الامراض في بلاد الرافدين مع حديث مؤشرات واحصاءات تؤكد غياب الرقابة الصحية على ما يأكل الانسان او يشرب فيما يرجح خبراء الى ان انتشار تلك الامراض احتاج الى وعي مجتمعي بالدرجة الاولى يرافقه تطوير للقطاع الطبي في معظم مناطق البلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا